اشتركوا في القناة وهو الضرب هذا من ناحية فئلية احيانا يكون العنف من ناحية لفظية ساعات يكون اللف يقتل هي له كلمة الواحد يشعر فيها بعنف حياة الله دكتورة وداد ودنا نتكلم عن العنف الزواجي نوضح العنف الزواجي بمفهومة لسادة المشاهدين الحمد لله رب العالمين حياة الله دكتورة قبال العنف الزواجي بصفة عامة بين الزوجين اي ايذاء اي ضرر كمصطلح اي ضرر اي ايذاء يقع على الطرف الثاني سواء كان مثل ما تفضلتي لفظ سواء كان ضرب سواء ايذاء نفسي نفسي هذين كلهم يدخلون تحت مصطلح العنف نعم وهذا يعني احنا لمن اليوم الاعلام يعني واي يتطلع لنا فيديوهات واي يتطلع لنا صور تتكلم عن كل اشكال العنف اللي احنا قاعدين او اللي احنا نشوفها الحين ما هي اسبابها؟ لو نتكلم يعني نبين للمشاهد شنو الاسباب اللي تخلي الزوج او الزوجة عندهم او عفيا عليه اشكلتي الزوجة لان دايما الناس يفهمون ان العنف كله من الزوجة على الزوجة ولكن انا اشوف احيانا يعني في عنف من الزوجة على الزوج نعم اول سبب يرجع الى العنف بصفة عامة الاسرة يولد الطفل ايوا ابواه يهودانا ينصرانا يمجسانا نعم اشوف اياه واحد من الابوين عنيف حتى انا على طول اسألها خالطت عنيفة عمت عنيف او اذا اهو يا اسأله ام زوجتك عنيفة ولا عمك ابو زوجتك عنيف ابي ااخذ الهستوري مع الاسرة اللي اهو عنيف الاسرة السابق الثاني الاعلام وايد حالات قاعدين اليوم لاحقا قاعدين اليوم لاحقا قاعدين بالله الزيجات الجديدة الحديثة الله يحفظهم ويثبتهم وايد الاعلام اثر فيهم وايد الاعلام شكل شخصياتهم ايش ايضا من ضمن الاسباب قد يكون هو متعاطي نعم المتعاطي يعني يتذكرين من فترة حطوا فيديو زوج يضرب زوجته وبعدين طلع الزوج متعاطي فاحد اسباب العنف التعاطي ايضا من احد الاسباب اضطرابات الشخصية قد تكون ايش شخصية مضطريبة قد تكون شخصية حدية قد تكون شخصية مضادة المجتمع فتكون شخصية عنيفة ايضا من ضمن الاسباب اللي انا احيانا ابحث عنها ليش هذا الزوج عنيف قد يكون او زوجه قد يكون عنده ضغوط نفسية قوية نعم وما يعرف الشون يتعامل مع هذه الضغوط فتلاقينا عصب يحيل سوري يسب لصانبة دي ايدي يطاول تطاول ايدي يهجر الزوجة لان اهو مثلا عنده مضقوط بامر معين بامر ما فيهجر الزوجة فهذه كله يسبب لها اضرار نفسية فقد يكون هذه احد المسببات للعنف بين الزوجين طبيعي بعض النساء بعد يعني من الحالات اللي تمر ان البنت ايضا كان فيه علاقات سيئة مع امه و ابوها فلما نتيت تزوج يعني حاطب بالها انه راح تتكرر الحياة السيئة اللي شفتها من امه و ابوي راح اشوفها من هذا الزوج يمكن يكون الزوج يكون طيب يكون حبيب يكون يعني فللأسف للأسف انه داخل نفسها مراضية تنسى صورة ابوها او صورة امها وتنتقل الى حياة زوجية ايه بنفسها تقدر تغير من هذه الحياة يعني مرت عليك مثل هذه الشخصيات انا اذكر فيه مؤتمر صار فيه اعتقد دولة الامارات كان عن هالموضوع هذا فانا طرحت ورقة عمل عن هل ان الخلافات الزوجية ترجع الى خبرات الطفولة المؤلمة ايه فانا عرضت كل الحالات اللي انا شفت الحالات الحية الواقعية من ضمنها ان كانت فيني كانت عندي حالة كانت يوم ايه صغيرة هي متينة شوية مليانة فكانت امها كلها تقول لها انتي ما منتش فايدة انتي تقوم عليها تقول لها ما منتش فايدة انتي ما منتش فايدة فشوفوا العنف اللي كان موجه لها من امها يوم كانت هي صغيرة تخيلي اشنون تخزن في الذاكرة خبرات طفولية مؤلمة ترسخ في الذاكرة لا حولها ولا قوتها لا بلا فلما نكبرت شوفي قعت مع الزوج ما لقيت في الزوج ولا سلبية وجدامها حضرتها جدامها فلما البعدين رجحت لها قلت تعالي حاطيني يعني حاطيني سبب شنو هل الكآبة اللي انت تعيشينها فاي اعترفت قالتلي دكتورة انا يوم كنت صغيرة امي كانت تقول لي انتي ما منتش فايدة انتي لو تموتين ما يطلع منتش الخير انتي لو شنو ما يطلع منتش الخير فانا لو شنو اسوي حياتي الزوجية مستحرة رح تكون سعيدة حطتها بالها يعني على طول شوفوا تخيلي شون الخبرات يعني هذا الطفلة كانت مؤنفة لفظيا من الام هذا التعنيف لفظي اللي نقوله اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل مع الدكتورة وداد العيسى بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نكمل حديثنا عن العنف الاسري مع الدكتورة وداد العيسى الاستشارية النفسية والاسرية دكتورة وداد شنو اسباب العنف الاسري انا قلت لش اسباب العنف الاسري يا ان الزوج يطلع اهو تعرض الى عنف من الطفولة في فترة الطفولة نعم او تربى في اسره احد الابوين كان يمارس العنف وياه او ان اهو مثل ما قلت لش يتعاطى فعلا من يكون هذا الزوج يتعاطى فامر طبيعي يكون زوج عنيف اه لو عندي انا هذا الزوج او الزوجة وبحثنا عن ماضيهم لكن الماضي ممتاز ما في شي تاريخه تاريخ ما في شي ممكن ان مع الكبر او مع الزواج يحدث هذا العنف او تغيير النفسي بالنسبة للبنت او بالنسبة الزوجة او للزوج يرجع ان اهو تعرض الى ضغوط نفسية حالي يقع امر فيها او ممكن وظيفة ايه هذا ضغوط نفسية من وظيفة من قاعد يبني بيت يعني حتى انا دائما اقول حق الزوجة اذا زوجت قاعد يبني كونين انت مثل اسفنجة امتص القضب اللي عندها امتص القضب اللي عندها لا تناطحينا في لحظة ذكرين اول اهلنا شي يقولون اذا بقيت تدعي على واحد يقول له يعني لك تبني كثر ما ان البنيان يسبب ضغط نفسي يعني اذا كان عندها ضغوط نفسية قد يعاني من امراض نفسية ايه ما تحرف عنا ما تدري عنا ما تحرف وطبع الممكن الحرين متخصصين في بالضبط يعني ترى نفسية او طب نفسي او قد يكون او ان اهلا ما تكلموا او اهلها ما تكلموا في امراض نفسية واحد حالات ما يتكلمون اهلهم ايه طبعا هذي حرام عليهم ان الولد ياخذ نوع من الادوية النفسية والزوجة او حتى العكس يعني العكس صحيح هذه الامور ويت حرام عليهم الزوجين اذا اهل الزوجين اذا ما اباعوا فيها اذا اهل شو سوون يعني يتكلمون يصارحون من بداية الزواج او بالخطبة المفروض او دكتورة انتي افهم مني بالشرع هل احنا بالفعل نقدر نزوج بنتنا وهي تعاني من امراض يعني هل هذا يجوز هذا زواج غرر في غرر احنا نزوج ولدنا وهي يعاني من امراض يعني انا وايد زوجات تقولي انا دكتورة اشوف ياك الحبوب معينة ازين عاطيني شنو اسامي الحبوب عشان انا اقولت شنو هذي الحبوب هل اي حبوب ضارة هل اي مقويات هل اي فيتامينات هل هو يعاني من اطرابات نفسية يعني لذلك هذه الاطرابات نفسية بعضها قد يجعل من هذه الشخصية شخصية يعني فوقية الزوجة ما تدري فهذه احد الاسباب قيد ايضا اذا كان مثل ما قلت لك احد الاسباب اذا كان هو متعاطي التعاطي يجعل منه شخصية يعني فهذا امر طبيعي انا دوري هنا يعني انا ما يعني لما وايد حالات تقولي دكتورة انا زوجي عنيف شنو اسوي شنو انا اسوي انا ما اعطي خيارات انا ما اعطي قرارات عفوا انا اعلمها شون هي تتخذ قرار بس لازم اول اعطيني السبب ليش اهو عنيف يعني لازم يتقابلين الزوج لا ممكن الازواج يرضيني ممكن الزوج يكون عنده ظروف في وقت معين او الزوج عندها ظروف في وقت معين عليك نور اذا انا عرفت السبب ليش هذا الزوج عنيف اذا مثلا يتعاطى ادوية هذا لعلاج اذا اهو يتعاطى عقاقير ومخدرات هذا لعلاج الثاني حق الزوجة خطة علاجية اذا كان اهو يعاني الزوج من ضقوط نفسية هذا لخطة علاجية فالخطة العلاجية لعلاج العنف عنده الازواج يعتمد على سبب العنف عند الطرف نفسه او عنده هو موعيب انه يتعالج صح يعني موعيب احنا ودنا المشاهد يعرف انه موعيب ان الانسان يتعالج لان المرض النفسي كالمرض العضوي اي صح يعني مثل السكر مثل الضغط انت تاخذين ادوية وهذا ياخذ ادوية يتعالج لكن الطرف الثاني المفروض يعرف علشان ما يقع في ظلم يعني ما يحدث ظلم ما يحدث للطرف الاخر اعزائي المشاهدين تابعونا في الحلقة القادمة مع رسائل اسرية لنكمل هذه الرسائل وان شاء الله تكون فايدة للجميع